السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد معاكم كريما كانتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا كيجيوا واحد الفطائر او بريوش او كروسون كيجيوا رائعين بزاف كانتمنى انكم جربوهم لانه فعلا سهلين وبساطين كما عودكم دائما على البساطة السر هو البساطة في الوصفة كانتمنى انكم تتابعوا معي الفيديو من الاول تالاخير وكانشكر بزاف الاخوات لكي خليوا لي التعليق وكانشكر بزاف الناس اللي يجددون عندي في القناة مرحبا بكم والف مرحبا شكرا على التعليق ديالكم انا كان قرأت تعليق كاملين وكانجاوب التعليق اللي منسيت مثلا مجاوبتاشي را كانجاوبة من بعد كانشكركم مرة اخرى كانتمنى انكم تتابعوا معي الفيديو من الاول تالاخير طبعا لنجاح الوصفة كيكونوا نصائح بزاف بالخصوص ديال الفران الوصفة سهلة وبسيطة يعني ما قادرش الحاجة اللي هي بسيطة في المتناول دزل مقادر وطريقة التحضير وما تنسوش يجي من الفيديو بسم الله على بركة الله عننا معلقة كبيرة ديال الخميرة 10 جرام غد يحتاجوا كاس ديال المه في الاول دافي ونصف كاس ديال السكر وربع كاس ديال الزيت المائدة يعني اعملت واحدة الكمية قليلة ديال الزيت مش بزاف لان انا غد يحتاجوا الزبدة انا غد نقلكم في الاخير الزبدة اللي استعملت انا صفي غد نخلط دي المكوينة مزيان المه مع السكر مع الخميرة صفي غدا شوية غد ندفع لهم ربع كاس ديال الزيت دائما المقادر كنخليهم في صندق الوصف بعد نضيفوا وحصة شي ديال فاني صندق الوصف مليك تكليكوا عليه العنوان كيطلع لكم صندق الوصف كيكونوا فيه المقادر مكتوبة صافيا غدي نخلط المكونات مزيان مع بعضهم في الاول ضيفنا غير كاس واحد ديال الماء اللي هو ميتين مليليتر عندي هنايا 500 جرام من الدقيق الابيض اللي هي نص كيلو او خمسة ديال كؤوس دائما بالعبار ديال كاس العنبة لانا كل كاس كيوزن 100 جرام هنيا هاد الوصفة هادي غدي نحتاج 500 جرام كاملة وكيبقى الماء هو اللي غدي نحده في الاخر واش غدي نضيف كاس وزائد كاس تاني او لو غدي نضيف غير كاس واحد ممتما بقاوا معايا انا غدي نحاول نعطيكم المقادر بالضوت باش ننجح معكم الوصفة ان شاء الله هنه غدي نقا نضيف الماء شوية بشوية ثم كتشوفوا معايا غدي نكمل كمية ديال الدقيق اللي عندي كاملة نص كيلو وغدي نستمر بالماء دائما شوية بشوية اتعادي نتحصلوا على واحد العجين اللي غدي يكون رطب ماشي خفيف بزف وماشي قاسح يعني ماشي في حال عجين ديال البريوش اللي كنعملو دائما كيكون خفيف بزف المهمتما غدي تشوفوا معايا القاوم ديال العجين هو اللي غدي يحكم هناك ما كتشوفو كام قنضيف شوية بشوية وانا كنضخل لديك الكيمية ديال الماء المهم هنا بعد مجمعة العجين صافيا نزلتها فوق سطح العمل بالنسبة لكمية ديال الماء اللي دخلت لي فيها الكأس الاول كي ماشي شو معايا ديفته كامل 200 ميليليتر الكأس الثاني هو هذا بقالي منه تولوت يعني انا استعملت التولوتين ديال الماء دائما المقادر غدي تجبروهم في صندوق الوس صافيا العجين ها هو انتو ما غدي تشوفوا معايا القاوم دياله القاوم دياله كي يجير طب شوفوا معايا وما كيل تسقشي في اليدين هذي اول حاجة اللي خصكم تعرفوها انه ما كيل تسقشي في اليدين القاوم دياله خصوكم ارتب كما كتشوفو ضروري يدلكو واحد خمسة دقايق اللي عنده العجانة في الاول تعملو في العجانة صاف يشوفوا معايا هذا هو القاوم دياله كانت منه يكون كل شي واضح هنا غدي نخليه يرتح يعني ماشي غدي نخليه يخمر يعني هذي واحد النقطة هي خصوكم تركزوا عليها هذي البريوش على ساهل وضغيك يوجد هنا غدي رجعوا الاناء غير واحد عشر دقايق او ربع ساعة فقط يعني مخصوش يتضعف الحجم دياله اذا كان الجو سخون بزف بزف يعني غدي تخليه اقل حاجة خمسة دقايق المهم اهم حاجة مخصوش يختامر انتم ما غدي تشوفوا معايا ما غديش يتضعف الحجم دياله ها هو كما كتشوفوا يعني في حال نقوله مثلا الضعف غير واحد النصف فقط ماشي تان النصف يعني اقل من النصف كما كتشوفوا معايا هنا صافي غدي رجعوا يديال الدقيق غدي نعملوا لسطح العمل غدي نحييذ منه ذاك الهواء اللي كيكون فيه يعني وخمر تحشي بزف ولكن في نصف الوقت كيدخل واحد الكمية ديالهواء في العاجين هنا يا انا غدي نقسمها على عشرة يعني هاد القياس هادا انا شونو عملت جيبت العجينة كاملة عبارتها عفوا اعطتني 900 جرام فصيلة شي حاجة صافي ذاك 900 جرام يعني بيكن قسمها على عشرة كتعطينا 90 جرام المهم هادا هو القياس يعني انا ما بغيت نعملهم صغارين بزف وما بغيت نعملهم كبارين يعني هاد الحجم هادا كيجي هو هادا يعني 90 جرام واحد و 90 جرام ما كيجي شي كبارين بزف وما كيجي شي صغارين بزف بغيتوا تدولوا المقادير كيبقى لكم الاختيار صافي هنا بعد ما عبارتهم كاملين عاد غدي ندوز باش نشكلهم هنا كما قلت لكم جوني فيهم 90 جرام في الوحدة هي جتني 900 جرام فصيلة شي حاجة المهم انا حاولت ان اني نقدم باش يجيوني قد قد صافي هنا كما كتشوفوا غدي نحاول اني نقرصهم كاملين وكذلك ما غديش نخليهم يرتاحوا بزف غير واحد خمسة دقايق باش نقدروا نخدموا بهم يعني بكل سهولة صافي كما كتشوفوا غدي نغطيهم غدي نخليهم خمسة دقايق ونرجع معاكم صافي هنا مباشرة غدي ندوزلوا لني اللي قرص غدي نجيب الزيت في الاول هو باش غدي نطلق انا استعملت زبدة عادية ماشي زبدة للعلب لانت هالزبدة للعلب غالية الزبدة العبار طبعا غالية انا استعملت واحد المركة اللي كتكون رخيصة وكانت رخيصة هي بزف ولكن حاليا مقارنة مع الغلاء اللي كي يندابها نقص الثمن هات الزبدة اسماره قيا يعني انا ما كان ماشي اشهر ولكن غدي جوني اسئلة بزف شنو الزبدة اللي استعملت وارخص زبدة هي هذي اللي كينا في السوق حاليا دابها الثمن دياله يعني رخيص 24 درهم الكيلو كطح اقتصادية على الزبدة ديال اللي لعلب صافي كما كتشوفو كنجيب هنا كل وحدة كنحاول ان نورقها حتى كي يدهر سطح العمل بحالة الشكل هذا وغير بشوية عندك تقطع معاكم يعني شوية بشوية كنحاول ان نربعة مجينيش مدورة صافي بالنسبة للزبدة بعد ما دوبتها انا نايا عملت عيني ميزانية انا ما عملتش واحد الكمية محدادة مهمتو ما كتدوبو الزبدة ومهم اللي وقال لكم شي حاجة كتددوو في الاخر صافي كما كتلاحظو كنحاول انني نعمل الزبدة كاملة فوق الوجه ذهد مسمنا مسمنا او بريوش المهم انتو ما عرفتوني شنو كان قصد صافي كنحاول اني نوزع الزبدة كاملة انتو ما عدي تشوفوا معيارة طريقة سهلة وما كدوش الوقت بزف صافي هنا كنحاول انني نروليها طريقة سهلة بسيطة كما كتشوفو را الفيديو واضح يعني مشيشي حاجة اللي هي صعيبة شي حاجة اللي هي سهلة وضغية ضغية توجدوها كما قلت لكم يعني ما كي يحتاجشي الاختمار المدة طويلة صافي كنستمر بنص طريقة دائما نحاولو اننا نطلقو بالزيت ما كنطلقوشي بالزبدة يعني الزبدة غي كنورقو بيها وحاولو انكم نجيبوها مربعة باش كتجيكم في الشكل ديالة من بعد كتجين في نياق صافي كنستمر بنص طريقة سوف نساعد الكيميا اللي عندي كاملة عادي غادي expecting باش نобрشكلهم لشكل وردة صافي احتاحد نكمل كيميا اللي عندي كاملة يعني عشرة الحبات كاملين عادي غادي ندوز اللولانيا اللي خدمت هي اللي غادي نبدا به صافي كما كتشوفو هنا يا انا عندي كيميا اخرى في جهة وحده اخرى لانه مغادي شيق الدوني كاملين صافي غادي نجيبو اللولانيا اللي خدمنا نعملو 8 ولكن احنا ما غاديش نشكلوها 8 غيباش نوريكم طريقة كيفاش صافي هنا يا كمقن في حالي غادي نضفروها يعني كندخلو وكنخرجو من جيهة واحدة اخرى كذلك جيهة واحدة اخرى نفس الشي غادي نجيبو جيهة اخرى كنتمنى يكون كل شي واضح يعني في حالي كندفروا في الأول في حالي كتقسمو العاجين يعني باش كتعطيكم القياس صافي كنقلب وكنحاول نتبت هذوك الاطراف اللي كيكونو في الاسفل باش ميتفتحوشي في حالات الشكل هذا كتجي في حال وردة في حال طفيرة صافي كما كتشوفو معايا دائما حالي كنقسم على جوج يعني باش كنشبر العبار صافي كمقا كندي وكنجيب من جيهة اخرى وكنشبر جيهة اخرى كذلك كندخل وكنخرج يعني في حالي كتضفرو صافي كما كتشوفو معايا هلش قد لكم العجينة مخصوش تكون خفيفة باززاف خصوش تكون متماسكة باش كتعطيكم الطعف الخدمة لانا كنت خفيفة باززاف ما غادش تعطيكم الطعف الخدمة نهائيا ما غادش يتشكل معاكم صافي دائما كنحاول نتبت هذوك الاطراف اللي كيكونو في الاسفل ويا من اللي كتختمر كتزيد تقد وكترجع انفينيا صافي كما كتشوفو غادي نصمر بنفس طريقة حتى تنسى الى كيميا اللي عندي كاملة ومباشرة بعد ما كنسى لي كل واحدة كنعمل في الطاوة دي لانيشن يا اما غادي تعملوا ورق الطبخ يا اما غادي تعملوا مثلا اذا كنت عندكم الطاوة دي لكم كتلصاق قادي تدهنوا بشوية دي لزيت سورشو عليها شوية دي لبقيق بالنسبة للطاوة دي لما كتلصاق شي يعني بلا ما كتل الورق دي لطبخ ما دهن تشي حاجة هنا عندي واحد اصفر دي لبيطة زيت لشوية دي لنس كافي بشك تعطي هذيك اللون دهبي اصفر دبيطة زيت له شوية دي لما كتلصاق مع شوية دي لنس كافي صافي وكندهن هذي الفطائر كما كتشوفو كي يجيو رائع بزف بالنسبة هذيك الحفرام اللي كتختمر كتتغلق لانا يلا بغيتوا تحشيوها بشو حوشو واخرى انا هنا يا عادي ندهنهم بقي ما اختمروشي كين لك يدهنهم حتى كي يختمروا ولكن انا كنفضل انا يندهنهم في الاول علش كندهنهم في الاول باش كنتحكم فيهم بكل سهولة وكندهن الجواني بكاملة بالخصوص المبتدئن لانا يلا مشيتوا حتى دهنتوا وهو هما مختمرين ممكن انكم اللي تكونو كتدهنوها هذيك البريوش ديالكم يهبط يعني الخميرة دياله غادي تهبط من اللي احسن انكم الدهنوا في الاول ومن بعد كتخليوها تختمر انا غادي نحشيها بالشوكولا للدهن غادي نخليها حتى تختمر وغادي ديك الحفرة غادي تغطى يعني غادي يختمر البريوش هذيك الحفرة ما غادي شي تقاتبين كبيرة بززف صافي هنا بعد مدهنتهم كاملين وخليتهم يختمروا ضروري كي يختمروا كي يضعف الحجم ديالهم كي يمشتوا هنا انا غادي نعملهم الشوكولاتة للدهن ثم ممكن انكم تعملوا كريم باتي سري ممكن انكم تعملوا غير قطع ديال الشوكولاتة يعني كبقى لكم الاختيار ممكن حتى المربة حتى هيك تجي مزيونا فهذا الاثناء هذي انا شعط الفران 11 دقايق من قبل على اعلى دراجة 120 دراجة الاول سيكون الفران سخون ضروري سواء الفران الغاز سواء الفران ديال الجاز بعد ما كندخلوا الطوا ديالنا الطواكت تكون في الوسط كنخليو العافية مشعولة من اسفل ام الفوق مدة 10 دقايق بعد ما كدوز 10 دقايق كنطفيو النار اللي كيكون من فوق ومن بعد كننقصوا درجة الحرارة 180 وكنخليهم حتى قريبا 21 دقيقة حتى نص ساعة على درجة حرارة متوسطة 10 دقايق اللخرانية كنشعولوا العافية الفوقانية وكنخليهم يتحمروا كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم باش كي يطيبوا من الداخل كي يتورقوا كي يجيوا رائعا بزف يعني كنأكد عليكم في الاول فران كيكون سخون على اعلى درجة يعني 220 دراجة غير كندخلو الطاوة 10 دقايق اللولانية كنطفيو النار اللي كتكون من الفوق كنخليو الطاوة في الوسط وكننقصوا درجة الحرارة متوسطة صافي كما قلتلكم انا كنعاود نأكد عليكم باش ان شاء الله تنجح معكم الوصفة كيف ما هي ما اللي كنطفيو العافية الفوق كنخليهم على درجة حرارة متوسطة من 20 تنى نصف ساعة على درجة حرارة متوسطة كما تشوفو وكي تحمرو في الجواني بعد كنشعلو الفوق كذلك بنسبة الفران ديال الغاز حتى الواف الاول كيكون الفران صخور مزيان كندخلو الطاوة الفوق طبعا العافية كتكون مشعولة غير في الاسفل حتى كتطيبو وكيتحمرو وكيتقار مشو من الجوانيب وكيتحمرو حمرهم من الجواني على عفية متوسطة يعني تهية بعد ما كتدوز عشر دقايق كان نقصوا النار وكنخليهم حتى كيبقوا يتحمروا من الجواني بعد كنهبطوهم الاسفل كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم كيجيوا رائعين بزاف كما كتشوفوا غير الشكل ديالهم وكذلك كما كتشوفوا ذاك اللون الدهبي وكيجيوا فعلا كيجيوا مورقين من داخل يعني شي حاجة اللي هي غدي تعجبكم بزاف بزاف وغدي تعجبوا وليدتكم طبعا لان الوصفة سهلة وبسيطة وغادي وكيجيوا في ح في حل الكرواصون في حل بتيبان في حل البريوش يعني شي حاجة اللي كتكون مختلفة كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالهم كيجي خفيفة من داخل وكيجي في نفس الوقت كيجي مورقة أنا متأكدة غدي تعجبكم وغدي تعجبوا وليدتكم إذا جاربتوهم هنا غدي نكون وصل مع أخر فيديو وإلى اللقاء مع وصفات أخرى إن شاء الله واتنسوشي جيم الفيديو اشتركوا في القناة